لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ولكن الجزائر تؤيد تأخذ هذا الموقف ومتخذ موقف مع الصحراء الغربية ولكن لا يجب أن تعادي الناس وتعادي الدول وتدخل في أزمات دبلوماسية هذا لا غير معقول هذا ما غير معقول أبدا بل أنه سيضر بمصالح الجزائر أن تتقل لي أني أناصر قضية أؤمن بها أنه عادلة أيضا لا يجب أن أضحي بمصالح بلدي وبمصالح شعبي وأعتقد بأن الجزائر مقبلة على أزمات دبلوماسية حدث ترويج أن الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرار بتوقيف مؤقت أو شيء من هذا القبيل من خص التأشيرات وأعتقد بأنه ما يخص التأشيرات الإلكترونية التي كانت تأتي عبارة عن تأشيرات إلكترونية عبر الإماية حسب ما حكاه لأحد الجزائريين اللي ترددوا كثيرا عن الإمارات في إطار التجارة والبيزنس وجلب البضاعات على كل حال لنأخذ الأمر بحيادية الإمارات العربية المتحدة اتخذت قرار تطبيع مع إسرائيل هذا شأنها هذا شأنها وهذا موقفها كدولة هي حرة فيه إذا انتقدت من طرف ناس مواطنين أو شعوب أو كذا أو فلسطينيين أو رأي عام فهذا طبيعي نحن ندرك مدى حساسية إسرائيل بالنسبة للشعوب العربية ولكن أنه يكون هناك دولة مواقف الدول أن تكون عندك علاقة مع دولة علاقة دبلوماسية عادية وهناك استثمارات وأشياء مثل هذه الأمور الدول لا تعلق على مواقف دولها لذلك تصريح تببون في ذلك التصريح الشهير أن هناك هرولة في نوع من الهرولة للتطبيع نحن أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها كلمة استعمال لفظ هرولة في الدبلوماسية يوحي إما إلى أنها ستندلع أزمة أو أن هناك أزمة قائمة مع الإمارات هذه لأنه اللفظ أو أنها كلمة عابرة لم يكن يقصد بها شيئا إذا كان الرئيس يفهم في الدبلوماسية أعتقد بأن استعمال كلمة الهرولة في لغة بين دولتين لديهما علاقات دبلوماسية أعتقد أنه سيقابل برد فعل من هذا الطرف الأخر ولكن إذا كانت هناك أصلا أزمة كانت صامتة وغير معلنة فهذا شأن أخر لكن من المفروض هذا هو المنطق لو أن الجزائر عملت أي موقف تأتي الإمارات وتصفه بالهرولة سنرفضه بلا دينا الشيك سنرفضه ولكن أنه من المفروض الجواب كيف يكون عندما يسأل رئيس دولة عن موقف أو مثلا من التطبيع الجزائر أيدت المبادرة العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية في 2002 أيدتها وهذه الآن المبادرة تعترف بوجود إسرائيل على فكرة وتعترف بحل الدولتين وتعترف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وفلسطين تكون في حدود 67 إذن هو اعتراف بإسرائيل الجزائر تعترف بالشرعية الدولية الشرعية الدولية تقول باعتراف بوجود إسرائيل لذلك ما تخلينا الشعارة إذا كنروح للأفعال والواقع الحقيقي هذا هو الواقع الحقيقي أن الجزائر تعترف بحق إسرائيل في الوجود وفق الشرعية الدولية وفق قرارات الأمم المتحدة وفق قرارات الأمم المتحدة هذه الحقيقة أما على مستوى الشعارات هذا شيء آخر أم مستوى الشعارات مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هذا شيء آخر لذلك كان من المفروض الرئيس تابون يقول بأنه عندما يسأل عن التطبيع فيقول نحن كدولة جزائرية لا نعلق على مواقف الدول الأخرى إلا إذا كان مواقف الدول الأخرى جاء تجاه قضية تخصني تخص بلد أما تخص دولة أخرى فنحن لا نعلق موقفنا كجزائريين إن هو حق الفلسطينيين في الدولة هو حل الدولتين وفق الشرعية الدولية أو أنه عندها موقف ترفض وجود إسرائيل هذا شيء آخر هيا لأن الآن المواقف ما هي إما مواقف ترفض وجود إسرائيل نهائيا وهناك مواقف تعترف بوجود إسرائيل إيل في إطار حل الدولتين وترفض تطبيع العلاقات حتى ينال الفلسطينيون حقهم وهناك من طبعوا العلاقات ولا يهمهم أنهم يخذوا فلسطينيين ولا أي شيء وهناك بينهم من يزعم أنه في تطبيع علاقاته فيه مصلحة الفلسطينيين وهناك من هو مطبع ويقول أنه يدافع عن قضايا الفلسطينيين إيل وهناك مثلا مثلا تركيا لديها علاقات عميقة وفي نفس الوقت ترفع شعارات دعم المقاومة ما إلى ذلك قالت الإمارات العربية المتحدة عندما طبعت مع إسرائيل قالت بأنه طبعت من ذلك من أجل الدفع عن فلسطينيين وقضية الاستيطان وما إلى ذلك نرجع إلى مصر من قبل كيف كيف على كل حال هذه الأقصاب ولكن أقول بأنه ما أوحالي ذلك التصريح لو نأخذ بأنه الرؤساء لا يتكلمون من فراغ أنه هناك أزمة كانت بين الإمارات والجزائر هل هي بخصوص ما كان خصوص صحراء الغربية ونحن نعرف أن الدول الخليجية لا تعترف بدولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية ولا تعترف بالبوليزاريو تعترف بأن الصحراء مغربية وتؤيد المغرب في حل الحكم الذاتي هذه مواقف موجودة من قبل إذن لماذا لم تكن من قبل هناك أزمة مع الإمارات مثلا بسبب مواقفها لكن وصلت الأمور لفتح قنسلية أعتقد بأن هذا هناك أسليب أخرى تتعلق بالشرعية الدولية وتتعلق بأشياء أخرى في هذا الإطار تعالج في هذا الإطار المهم أن ما يحدث أوحى بأن الجزائر لديها أزمات لديها أزمات ومقبلة على أزمات عميقة وأتمنى أن الله تتطور الأمور إلى أزمات دبلوماسية أنت تساند قضية الصحراء الغربية تساند البوليزاريو كمنظمة تحررية أوكي وهذه سندتها الجزائر في فطرة كانت الجزائر تسام دولة قبلة للثوار ودولة تحررية بمعنى الكلمة هل الجزائر الآن دولة تحررية بمعنى الكلمة؟ منذ أيام فقط سلمت الجزائر معارض تركي تدرجه تركيا في قوائم الإرهاب بخض النظر عن حق أو باطل في هذا الهم لكن لم يكن أبدا من قبل من مواقف الجزائر تسليم الناس اللي فرينه نذكر في هذا السياق أن حافظ الأسد اتصل من قبل بواري بومدين بش يسلم له جماعة الأتاس اللي هربوا إلى الجزائر فقالوا الجزائر رغم أنه كانت عنده علاقة جيدة مع بومدين إلا أنه قالوا في ذلك الوقت الجزائر لا تسلم ضيوفها بل أنه بومدين أعطرهم حتى الجنسية الجزائرية المهم ليس هذا الموضوع أنا أقول بأن الجزائر الآن على المستوى الدبلوماسي هناك أزمات هناك أزمات في الملف الليبي تقريبا خرجت من الملف الليبي تقريبا خرجت من الملف الليبي الملف الصحراوي راه انتقل إلى حرب وإلى متى ستصمد هذه الحرب من سيواصل تمويل البوليزاريو بالأسلحة وهذه الأشياء كلها هل إذا استمرت الحرب ستكون نزيف اقتصادي للجزائر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله